القرية الوحيدة في مصر اللي شغالة فيه والإيطاليين زباينهم لا ومش بس كده ده إنتاجهم بيصدروا لكل دول العالم أصله محدش يقدر يستغنى عنه علشان كده وصلوا للعالمية ومكسبهم بالدولار سيدي غازي قرية الخرشوف الوحيدة في مصر حكاية القرية دي وإزاي أهلها نكحوا في زرعته وإزاي وصلوا للعالمية كل ده وأكتر هتعرفوه بس تابعنا في الفيديو ده شعار القرية دلوقتي في مصر بقى لا للبطالة وده لأنهم قرروا يخلقوا فرص عمل ليهم والأولادهم بنفسهم من غير ما يستنوا وظائف الحكومة منهم قرية سيدي غازي في محافظة البحيرة أشهر قرية في مصر لإنتاج وتصدير الخرشوف إلى العالم علشان كده أهلها بيكسبوا بالدولار وعايشين مرتحين أول ما هتدخل القرية هتلاقي مراكز تجهيز الخرشوف منتشرة في كل مكان علشان يصدروا للعالم وحسب علاء صباح واحد من أهالي القرية لليوم السابع سيدي غازي فيها أكتر من 140 عزبة كلهم بيشتغلوا في زراعة وتجهيز محصول الخرشوف لأنهم بيعتمدوا عليه بشكل أساسي لكسب أرزاقهم ولتوفير فرص عمل لكل الشباب وعلى فكرة ده قال إن الخرشوف بيدخل في تصنيع منتجات كتير زي العلاج والمنتجات الغذائية لأن لي إيمة غذائية عالية أما هاني أبو معاذ صاحب مركز لتجهيز الخرشوف قال إن المركز بتاعه بيشتغل فيه شباب وبنات كتير لتنظيف الخرشوف وتقطيعه على حسب طلب العميل وقال إن فيه أشكال كتير لتقطيع الخرشوف وحفظه وده للتمهيد لتصديره للخارج واللي بيكون عليه إقبال كبير جدا في العالم خصوصا في دول أوروبا وشرق أسيا وحسب خالد النحاس صاحب مركز لتصنيع الخرشوف قال لصدى البلد إن إيطاليا هي المستورد الرئيسي للخرشوف بسبب إيمته الغذائية العالية واستخدامه في صناعات كتير ومنها صناعة الأدوية وقال إن منطقة سديغازي فيها ست محطات كبيرة لتجهيز وتعبئة الخرشوف بجانب 474 نوالة خرشوف بيشتغل فيها أكتر من 60 ألف شخص بين مزارع ومصنع وعامل النوالة دي بتشتغل حسب العرض والطلب وما فيش سوء متكامل للخرشوف أما صبر الجبالي مزارع قال لليوم السابع إنه بيتم تشغيل آلاف الشباب والبنات خلال منظومة التصدير بداية من مرحلة حصاد المحصول اللي بتستمر لأكتر من 6 شهور مرورا بمرحلة التجهيز لحد التصنيع ثم التصدير وقال إن أشهر أنواع الخرشوف المطلوب في دول أوروبا هو الخرشوف البلدي والخرشوف الفرنساوي اللي بيدخل في الصناعات الغذائية والدوائية بسبب فوائده الصحية علشان فيه فيتامينات كتير ومضادات الأجسادة والمعادن خاصة الحديد وحسب صبري شاهين صاحب مركز لتجهيز الخرشوف بقرية سيديغازي إن أهالي القرية بيفتخر أنهم القرية الوحيدة اللي بتصدر الخرشوف للعالم كله خصوصا لدول أوروبا والدول العربية وما فيش منافس ليهم لحد دلوقتي وقال إن عملية تصنيع الخرشوف بتمر بمراحل كتير بعد تجهيزه وتقطيعه داخل النولات بداية من تنظيفه وتعريضه للمياه السخنة وكمان المياه الباردة زي عملية البسترة للقضاء على البكتيريا لحد تجميده أو وضعه داخل محلول ملحي أو تجهيزه طازج فريش لتصديره للدول المختلفة حسب المواصفات المطلوبة وحسب رضا المغازي صاحب أكبر محطات تصدير الخرشوف في قرية سيديغازي قال إن القرية هي أشهر قرية لتصدير الخرشوف إن ما كانتش الوحيدة في مصر وهو الأول عالميا وبيطلب بالاسم من الدول المستوردة ودلوقتي بقى قولنا عمرك سمعت عن سيديغازي قبل كده طيب جربت تشتري خرشوف وبتشتري بكام اكتب لنا في التعليقات